السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي نتمنى انكم تكونوا بالخير وعلى خير انتم مكتشوفوا هاد الفيديو اليوم اجيت لكم بالشربة او الحريرة المغربية احنا عندنا هاد الحريرة الصراحة في المغرب ما يمكنش يدوزر مدان او ما ندروهاش اه هي عندها بزاف ديال الطرق كل واحد وكيفاش كيوجدها وكل واحد وطريقته اه ما انا جبت لكم واحد طريقة اللي سهلة واي واحد يقدر يوجدها اي اي بنت ما ابتدي اتقدر توجدها السهلة ما كت اه ما كتاخدش الوقت نهائيا اه هنا يا كيف ما شفته اه جبت طريفات ديال الحم قطعتهم صغار وواحد لبصلة كبيرة حكيتها والقزبر والمعدنوس والكرافس قطعتهم والحمص من طبيعة الحل اه وجبت واحد اه ربعات ديال ماتيشات يعني اه كبار اه مقشرة وطحنتهم ومن بعد زدتهم على ديال المكونات اللي عندي وغادي اه نخلم هكي يتشحروا غادي نزيد عليهم التوابي اللي عندي صراحة هاد الفيديو كنت اه صورته فرمدان ولكن ما كتبش ننزله عالك تبدأ بننزله مي معلاش اه الحلية كتبقى لديدة في في جميع الاوقات كيف ما شفته درت شوية ديال الخرقهم او الكور وشوية ديال البصار يعني رويس ديال معلقة من كل حاجة وشوية ديال سكين جبير وهادي نزيد اه الملحة الملحة كتبقى لحسب الضوء ديال كل واحد وهادي نزيد واحد رويس ديال معلقة ديال السمن سمن بلدي وهادي نخلطهم زيان وغادي نخليهم يتشحروا مع بعضهم ضروري نخليهم تشحروا مزيان حتى تشحر لنا ديك اللي تكترفة ديال اللحام مع مطيشة وكل شي مزيان وهادي يجبت جوج ديال معلقة ديال الضقيق غادي نزيد عليهم جوج معلقة ديال معجون ديال الطماطم هاكم اللي نخليوها تشحر نوجدو هاد الخالط اللي غادي ندروه في الأخر ونخليوها علاجا بيرتاح سفي غادي نخلطوها كمزين وزد عليه الماء وغادي نخلطوها كمزين ونخليه يرتاح حتى يتبلي يا ديال الطرفة ديال الحام والحمص عاد باش غادي نزيدهم انا الحريرة ما كندرش فيها العدس ما كعجبنيش فيها العدس وهنايا عندي واحد شوية ديال شعرية وشوية ديال القزبرول معدنوس والكرافس خليت شوية غادي نزيدو في الأخر وكث ما شفتو هنايا من بعد ما تشحرات لديك الطرفة ديال الحامو مع توابلو اللي درت غادي نزيد لها المال اللي غادي تطيب فيه تقريبا واحد ليترو نصدي الماء انا ما زال غادي نزيد الماء كان سخنت الماء وزدو عليها طروري نزيدو الماء سخون وصافة من بعد ما زالت لها الماء خليتها حتى طابت مزيان وقلبت تلك الطرفة ديال الحامل قيتهم طابوا عاد غادي نزيد شعرية اللي عندي وغادي نزيد الطقيق الطقيق اللي خلطت مع معجون الطماطي من اللي غادي يطيب شعرية معناتها حتى الطقيق طاب ومرا مرا نبقى نحركوها باش ما تلسق لناش سافي دا با غادي نزيد طقيق اللي درت وحنا كنزيدوه كن نحركوها باش ما يلسق لناش وتعجل لنا من التحت وصافي وكنخلوها الطيب على هاتشكل مرا مرا نحركوها باش ما تلسقش وصافي صراحة سهلة وكتجل دي دا في نفس الوقت انا في الوصفة دي ما كان كترش التوابل ما كيعجبنيش التوابل بالسف داكش عايز دي ما كان دير شوية شوية من الحاجة يعني باش ما تجيش الماكلة تقيلة على المعدة وكتر التوابل ممزياني ودابة من بعد موجدات غادي نقدمها صراحة كتجل دي دا بالسف وكتجي خفيفة وكتجي اشتقيلة نتمنى انكم تجربوها وصافي كان هذا هو الفطور دينا ودرت معاها شوية دي اللي مسمن وشوية دي اللي بتبوط معمر بالشوارمة نتمنى اللي أعجبكم هاد الفيديو ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله